السلام عليكم أول شيء أطلب منك أن تكمل هذا الفيديو الأخير لأنك ستعلم فيه و هتعرف فيه أكثر من سياسة من سياسات الاستثمار و مواقع الاستثمار اللي موجودة حالياً فهلفدك جداً و هتعرف حاجة جديدة عنهم فأتمنى أن تكمل الفيديو الأخير دعم منك و سهد منك اعمل لايك الفيديو و شترك في القناة كنت أمر تشوفني عدد أن نوصل 100 ألف في أسرع وقت و وصل الفيديو ده 500 لايك بكل السؤولة في 24 ساعة بس تقول عليك أنك تعمل لايك الفيديو و هنوصل على خصوية لايك في أسرع وقت فسهلة جداً عشان ألديك حاجات تانية و نصيح أحسن و حاجات أحسن فترة جاءة إن شاء الله نخش في الموضوع على طول أول حاجة مواقع الاستثمار فيه ناس تقولك حلال و حرام والشغل ده أنا كقناة يوتيوب ليه حق إن أنا أديك أي معلومة أنا عايزها أديك كل المعلومات اللي موجودة عندي أديك كل حاجة هذا حقك عليها و هذا حقي على اليوتيوب إن أنا أقدر أعمل كده على اليوتيوب موضوع حلال و حرام ده يرجع لك إنتا يرجع لفكرة كنتا يرجع لدماغك إنتا يعني ما تتباعش دماغي أنا دي دماغي أنا الشخصية و أنت ليك دماغ تقدر تمشي نفسك حلال و حرام ده حاجة ترجع لك إنتا فخلينا من النقطة دي فأول حاجة عزينا نتكلم فيها مواقع الاستثمار النصابة ما هي مواقع الاستثمار من النصابة؟ الموضوع الاستثمار النصاب يبقى واضح و هو كالتالي من 10 دولار الى 100 دولار استثمار من 10 الى 100 دولار ستأخذ 100% يعني لو دفعت 10 دولار بعد 30 يوم سيجيلك 20 دولار ده الاستثمار النصاب اللي واضح جدا انه هو النصاب لكن الاسمار هي النسبة البسيطة في المرة. يعني ماذا حده هيديك ارباحك مية في المية. يعني انت تديه لكم 10 دولار وتقول له استثمارملي يديه لك 0$ 20.. تديه لكم 100$ يقول له اسثمارملي يديه لك 200$ دا مستحيل دا مش موجود في الاستثمار. عشان في مواقع كتير قوة الناس كتير قوة سواءت الموادى دا منهم منهم سواءت سمع اتماع اسثمار لان انا كنت ماشرع ساعات قبل كده مواقع تديك مثلا مية في المية من من ارباحك 200% من الارباحك وده كله مش صحيح مش موجود فعلا لكن انا كنت باشر حاجات دي لأسباب تانية كنت قلتها لكم بس ومباشر قبل كده وقبل كامل الفيديو ده اسابلوك القناة طرح انا خيالي باسفل الفيديو ياريت شترك فيها دي قناة لها علاقة بالتكنولوجيا بالتكنولوجيا بالربح من الترنت في كل حاجة فشترك في القناة دي هتلاقاف اول لينك في الوصفة ياريت يعملو سبسكرايب ونقدم لها دعم كويس يا مستر بومتكيين بليز احنا كده عرفنا الفرق بين مواقع الاستثمار النصابة ومواقع الاستثمار اللي مش نصابة الحقيقية طيب مواقع الاستثمار لما تكون حقيقية بيكون لها إثبتات يعني الشخص ده بيشتغل في ايه عشان يجيب لي فلوس خلينا اقرأهم لك على السريع اول حاجة بيشتغل في بيع وشراء جميع العملات الرقمية تانية حاجة انتاج تربية دواجن وحاجة تانية تداول فولكس لعملات الرقمية والخيارات السونية يعني بيشتغل في ده كله وبيع وتعليم التداول كمان بيعلم الناس ازاي يعملوا تداول تمام فدي كل حاجة هو بيشتغل فيها حاليا وده اللي بيخليه يقدر يجمع فلوس ويدعي لك بعد المدة اللي انت بتحددها أو يعني الموقع بيحددها بمعنى يا شباب بمعنى ان تقريبا دي هتبقى لأول مرة يبقى فيه موقع صادق حقيقي للإستثمار في العالم العربي تقريبا يعني تقريبا انا ما عرفش موقع كتير ولكن فيه كم موقع للتداول الخارجية لكن الموقع استثمار 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 ذا تعريبا يعتبر اول موقع الموقع د يا جماعة مش خارقением مش كاركتي ولكن انا بنصحكم جدا ان تستجله فيه على اقل تبصوا كده على الدنيا وまاشى هاي تفهموا الموضوع هنا حاولت ا تخلي فيديو دي تعليمي الكفر من انت تخش ويشترك وتستثمر و تعمل انا جاءته تعليمي اكطر ! substrate twitter تصمار و Peakaci الموضوع الحقيقي بتاع الاسمار ده بمشوت زي. فخلاها هاتول بانك خش نشوف الموقع عامل ازاي من جوه واعرفك ازاي تستثمر وازاي تشتغل في الموقع ده بكل سهولة وفاهمك كل حاجة موجودة في الموقع. يلا بينا. طيب يا شباب كده خلينا نركز مع بعض. اول حاجة هتعمل وعلى فكرة الفيديو ده يبقى فيه صور كتير هتلاقي مسلا فيه صور رزبادة دفع. هتلاقي صور اللي حاجات كتيرة جدا موجودة فريد ايه تركز معي. اول حاجة تكتب هنا اسمك الكامل اللي يزور نين بتاعك اللي هتخدش بيه في الموقع الباسورد تعيد الباسورد ايميلك تعيد ايميلك مرة تانية اكتب سؤال زي مسلا اسم الكلب بتاعك ايه لحتى لو عندكش كلب يعني اي حاجة اكتب مسلا الاجابة اي حاجة اكتب اسم ابوك ايه فاكتب اجابة اي سؤال يجي في دماغك يعني عمتا اكتب هنا رقمك وهنا اكتب وسيط الدفع اللي عندك يعني مسلا لو عندك بي بال اكتب ايميل بي بال لو عندك محفظة البيتكوين حطو محفظة البيتكوين لو عندك محفظة البيتكوين حطو محفظة البيتكوين نفس الكلام تمام ويسيب دي زمه هي ويعمل ريجستر وخلاص تمام لو جين على طول بشكل مباشر بكل بساطة دخل يوسر نينموك باسورد بتوعك وهتكتب هنا الحاجة المكتوبة يعني مهما كانت بقا تكتبها بس كده خلاص كده جميل عمل لو جين زي ما انتشوافين هنا الديبوزت بتاعي تلاتين دولار يعني انا اودعت تلاتين دولار وبرضو هسيب لكم فيديو قدامكم كده هتلاقي موجود ازاي انا اودعت وان هما كانوا في البلانس وازاي انا حطيت الاداعة وهوريك برضو ازاي بكل بساطة هتعمل ضغط على كمية ميكا ديبوزت تمام وبعد كده على طول اه هتضغط هنا هتشوف بقى الحاجة اللي انت عايزها مسلا انت عايز انا تعمل من عشرة دولار لمية دولار هتعمل من ميتين دولار لخمسمية دولار تعمل ضغط من الف دولار لخمسة الاف دولار الحاجة اللي انت عايزها تمام قدامك الارباح بتاعتك يعني انت مسلا لو من الف لخمسة الاف عندك اتنين في المية تاخدهم لو من ميتين لخمسمية واحد وتمانية من عشرة في المية تاخدهم ولو من عشرة ليه مية هتاخد واحد ونص في المية آآ من الارقام بتاعتك يعني لو كنت تحسيبها مسلا لو انت راجل اودعت بعشرة دولار هتحسيبها 10 دولار هتاخد 15 سنت كل يوم من 10 دول لمدة 80 يوم فبالتالي ارباحك هتبقى تقريبا 12 دولار يعني 10 دولار رجعوا لك بزيادة 2 دولار بس لمدة 80 يوم يعني 10 دول ده يعتبر قليل جدا طول ما انت بتكتر ارباحك اكتر طول ما انت بتكتر فلوسك اكتر طول ما انت بتسيب الفلوس في الموقع اكتر طول ما هو هيجيب لك فلوس ازياد دي كلها عوامل بتزود فلوسك في الموقع فما تقولشها ايه ده 80 يوم مكتب 2 دولار بس لا ما انت تزول ما انت بتستثمر اكتر واكبر فبالتالي ارباحك هتزيد هيدي الفكرة كلها وهنا تحت طبعا بتحدد الرقم اللي انت عايز تودعه على حاسة طبعا انت اقترته فوقا يعني هنا من 10 البيت دولار ما يفعش تكتب مثلا 1000 دولار هنا من 200 الى 500 دولار فاش تكتب 1000 دولار هنا مثلا من 1000 الى 5000 دولار ينفع تكتب 1000 دولار يعني مثلا واخترنا الجلد دي تمام وعايزين مسلا نودع عن طريق البيت بتحدد نا وسطية الدفع هيودع كامي عام هيودع 1000 دولار تمام ونقول جميل هيكتب لك هنا ده ما انت شايف بلاك هتدخل اتنين في المية لمدة 80 يوم اللي هتودع 1000 دولار تمام البروسيس هيدخلك على محفظة البيت وتدفع عن طريقها على طول بشكل بشكل مباشر جميل ده الاداع بكل سهولة وبكل بساطة يعني تاني حاجة هنا بتاعك لو انت عايز تشوف انت اودعت كام مرة وكده زي ما انت شايف هنا اودعت بتلاتين دولار زي ما انت شايفين عملا ولسه الدنيا ماشا وزي ما انت شايف هنا بيقول لك الوقت اللي انا اودعت فيه والوقت اللي انا هاخد فيه ان شاء الله الواحد ونص في المية بتوعي جميل؟ هنا لو عايز تسحب ارباحك لاغوليك فلوس في الموقع هتلاقي مكتوبة لحظة الهدى هتلاقي مكتوبة هنا تمام وبتحدد هنا وسطية الدفع انت عايزها ميسيل حدهب Leben Kit. بخش علي ادي وحط محفاست البحير بتاعتي او محفاست البد كون او محفاست يحاجة لانا عايزها و اعمل الاداع بتاعي او اعمل اسف السحب بتاعي بكل سهولة. تمام كل يوم والسحب أوتوماتيكي يا شباب يعني بمعنى ايه؟ يعني كل يوم ان شاء الله معادة للسببة و الحد لان السببت و الحد اجازة و موقعا دا اجازة. ما بيجالكش ارباح ما بفيش سحب في السببة و الحد مفيش والارباح مبيزدش في السابتو الحد. تمام? فانت بيجي لك ارباحك بشكل يومي معادل السابتو الحد. وعلى طول بتسحب الارباح هنا عن طريق الحاجة اللي انت عايزة مسلا بتحددها. تمام? والسحب زي ما قلت لكم اوتوماتيكي. يعني ايه? يعني انت هتحط رسلية الدفع وكل يوم هيجي لك سحب على المحفظة بتاعتك. كل يوم. يعني انا لو حطيته هسي الدفع وسبت الاكاونت ونسيته خلص كل يوم بيجي لي فلوس على البيتكوين مسلا. كل يوم هيجي لي فلوس على البيتكوين. كل يوم هيجي لي فلوس على البير. يعني حسب الحاجة اللي احطته. بكل سهولة يعني. وانا هحط معاكم البيتكوين ان شاء الله. وعلى طول هنشوف كده كل يوم اللي هيحصل. خلانا نكمل ونشوف مسلا حاجة زي الافلية بروجرام. افلية بروجرام ده اللي هو بما اعنا اصح هو الريفرال. الريفرال في موقع ده هو تسعة في المية. تمام? تسعة في المية. مش عافية مكتوبة فين بس يعني هو ده اللي اتقلي هو تسعة في المية. وبكل سهولة على طول بتاخد اه الريفرال بتاعك من يور اكاونت هنا. ده رابط الريفرال بتاعك بتاخده. وعلى طول اه بتسوقه. والناس كل حد يسجل تاخد تسعة في المية من بتاعه. جميل. هنا الاكاونت سنينك اللي عاوز تغير اي حاجة. بك احنا عرفنا يا شباب كل حاجة عرفنا فرق بين المواقع النصاب والمواقع الحقيقة. عرفنا ازاي ان المواقع ده كويس تعامل هو مبارح. فبدأت الحاملة دي وكان مفروض ان الفيديو ده ينزل مبارح ولكن حصل دروب كده. تفهموا ان هو ينزل النهاردة ان شاء الله. فده الفكرة كلها ودي فكرة مواقع الاستثمار يا جماعة. ووضحت لكم كل حاجة حرفيا وحتى اعترفت لكم ان انا كنت في مواقع الاستثمار. كنت بشرحها. كانت المواقع دي انا عارف انها عمرها ما هتكمل ولكن كنت انا في الفيديو بقولك ما تستثمرش. ولكن النهاردة انا بقولك ان الفيديو ده مهم جدا حتى لو مش استثمر الفيديو ده مهم جدا انك تفهم في كل حاجة عن موضوع الاستثمار وان الناس دي فعلا شغالة بجد. الناس دي فعلا عندها مشاريع بجد. الناس دي فعلا محتاج الفلوس انت هتستثمرها دي بجد. الناس دي فعلا هتستخدمها في حاجة حلوة بجد. الناس دي فعلا هتتديك فلوس بجد. بس. موضوع حلال وحرام دي انا ماليش فيها وما اتكلمتش عنها واذا قلتلكم دي حاجة طبع دماغك انت وطبع مع عقودتك انت انا مليش عراقة بالموضوع ده تمام؟ وبس كده وبس دي جايش بلايب دي حاجة النهاردة اتمنى اتكون عجبتكم ان شاء الله وان شاء الله هادديني رقاطة عجبتكم ووصلنا ل 500 لايك كل عليك ان اكتمل لايك الفيديو ان شكرا على قناة بالمعلومة دي اذا استفدت في واحد في المية حتى من الفيديو اعمل لايك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل حاجة التفايل في القناة فاعل الجرس ان شكرا لك على اشتراك في القناة اشترك في القناة سجل فيه تفرق كده عليه وبوص على الدنيا هو عادي عايز تستسمر استسمر عمش عايز تستسمر مستسمرش ولكن انا واصل ان شاء الله ما اقعد تمام بفوش اي مشكلة هتلاقي قناة امرأ المعلميات او قناة راهنا خلد هتلاقيها في الوصف اشترك فيها وبس كده شكرا جدا لك عمشوف في اصدقل اخر شوفك ان شاء الله في فيديو اللي جاي سلام